مصرع العشرات من الميليشيا في معارك وغارات جوية بمأرب والجوف الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بتاعز والحديدة والسعودية تؤكد مضيها في تنفيذ اتفاق الرياض في خلاف حول السيطرة على معسكر بعد تصاعد التوتر بين قوات الحزام الأمني ومسلحين موالينا لمدير الأمن السابق أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من يمن شباب والبداية ميدانيا حيث قوتلا وأصيب العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية الإنقلابية في مواجهات مع الجيش الوطني وغارات لطيران التحالف العربي شرق محافظة الجوف مصادر عسكرية قالت ليمن شباب إن مواجهات عنيفة اندلعت بين وحدات من الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في عدة جبهات قتالية شرق مدينة الحزم وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية للتحالف أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المتمردين الحوثيين في مأرب قتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في هجوم للجيش الوطني في عدد من جبهات القتال بمناطق مراد جنوب المحافظة وقالت مصادر عسكرية ميدانية ليمن شباب إن قوات من الجيش الوطني مسنودة بقبائل مراد شنت هجوما عنيفا على مواقع الميليشيا في جبهات مراد وقتل فيها عدد من عناصر الميليشيا وأصيب آخرون واستشهد خلال المواجهات ثلاثة من أبناء القبائل وأصيب اثنان آخران في ذات الجبهة وفقاً للمصدر هذا ودمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الإنقلابية جنوب محافظة مأرب مكبدة الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد وقال مصدر عسكري إن طيران التحالف شن غارتين جويتين دمرت تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت قادمة من محافظة البيضاء في طريقها إلى جبهات مراد على الصعيد شن طيران التحالف العربي ضربة مركزة استادفت مجميع من ميليشيا الحوث الإنقلابية وآليات تابعة لها في مديرية رحبا جنوبية محافظة مأرب وقالت مصادر ميدانية ليمن شباب إن ضربة جوية للتحالف استهدفت تجمعات للميليشيا وعربتين تابعتين لها دفع بهما الحوثيون نحو جبل مراد بمديرية رحبا مضيفة أن الغارة أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا والجرح آخرين وتدمير العربتين يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد المواجهات في ذات الجبهة عقب إفشال الجيش الوطني محاولات تسلل لمجامع حوثية إلى مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد منذ سيطرتها على أركان الدولة عملت ميليشيا الحوثي على تأجيج الخلافات بين رجال القبائل وراحت تنبش في الثارات والصراعات القديمة لإحيائها بينهم بهدف إشغال المشائخ وإضعاف دور القبيلة حتى لا تتفرغ القبائل لقتالها وتظل منشغلة بمشاكلها وثارتها منذ أن استفردت ميليشيا الحوثي بالحكم عملت على تغذية الصراعات القبلية وإضعاف الدور القبلية الرائد في السلم الاجتماعي واستبدال المشائخ بمشرفين يتبعون الجماعة يسوقون الأحداث والوقائع بما يتناسب مع مصالح قيادات الميليشيا هذا هو دور القبائل الكبير المشيد الذي أرادت ميليشيا الحوثي أن تعددي على هذه العوايد وهذه التقاليد الرفيعة المشيدة ها هم القبائل اليوم يصنعون حلا لمشاكل دموية ها هما القبائل اليوم يصنعون سلما بيوم أن كان حربا ها هما اليوم القبائل أصبحوا صمام أمان للجمهورية وللدولة وللمجتمع للقبائل دور بارز في حلول المشاكل والحفاظ على لحمة المجتمع وذلك بقوانين وعراف قد صاقها أجدادنا من ذا آلاف السنين ولكن الميليشيا أصرت إلى أن تهمش القبائل وتضيع أعرافها وأسلافها وتحاول أن تقزمها لصالح المشرفين في المناطق المحررة قيمة كبيرة للمشايخ والوجاهات الاجتماعية ساهمت في حل قضايا شائكة منذ عقود فهذه الأهازيج الشعبية تصدح إيذانا بصلح كبير في حادثة قتل بين أسرة الشيخ محمد نوفل والد المجني عليه وأسرة آل بعيس أهل الجاني وقد أتت هذه الجموع من مختلف القبائل بتحكيم مطلق وقدمت القاتل لوالد المقتول وفقا لعرف قبلي قديم وهذا البقر وهذا السيارات وهذا البنادق وفوق هذا كل هذا الوجيه التي حضرت اليوم من معظم قبائل اليمن جاءوا تشريف وجاءوا احترام وتقدير لما يسمعوا عن كرم وسماحة الشيخ محمد محمد نوفل جاءوا اليوم على أساس آملين الجود وخلال الاجتماع أعلن الشيخ محمد نوفل عن عفوه عن قاتل ولده لوجه الله داعيا القبائل إلى وحدة الصف وجمع الكلمة وعدم إتاحة فرصة للحاقدين والمتربصين بالقبائل والتفرغ لقتال المشروع الحوثي الذي غذى الصراعات واستثمرها لخدمة مشروعه السلالي واتجهنا بالتحكيم إلى عند ولياء الدم وحكمناهم وعفو وأصلحوا بيض الله وجيههم وحرصوا على لم الشمل وأنهم في قضية أكبر من هذا الموقف ونترجى من قبائل اليمن كلها تحذو قبائل أرحب في مثل هذا القضايا جهود مجتمعية وجنوح للسلم الاجتماعي من قبل رجال القبائل وتسامحهم في قضايا الدم التي أرقت المجتمع المتغافلة عنها وأفسحت المجال للثارات لتعمل فيه كما تعمل النار في الهشيم محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب نددت الأمم المتحدة بمقتل أحد عشر طفلا خلال ثلاثة أيام في محافظتي تعز والحديدة بنيران ميليشي الحوث الإنقلابية ووصفت تلك الهجمات بأنها مروعة ولا تغتفر وأكد منصق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة ألطف موساني في بيان أن هذه الهجمات التي تشنها ميليشي الحوث على المدنيين لا معنى لها ومروعة ولا تغتفر وتسببت في وقوع العديد من الضحايا من الأطفال والنساء وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن اليوم أن مائة وعشرة مدنيين قتلوا وأصيبوا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين في محافظة تعز من جهته ندد المبعوث الأممي مارتن جريفث بالهجمات الدامية وقال إن القانون الدولي يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين موضحا أن مكتبه سيواصل السعي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يلزم الأطراف بخفض تصعيد العنف وتقليل المخاطر على أرواح المدنيين في جميع أنحاء اليمن وامتنعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن الإشارة إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي عن هجمات شنتها الميليشيا وتسببت بمقتل أحد عشر مدنيا بينهم أطفال في تعز والحديدة خلال ثلاثة أيام وزعمت اليونسيف في بيان أن التحقيق لا يزال جاريا في الهجمات التي قالت إنها وقعت في جبهات القتال مضيفة أن العدد الفعلية للضحايا في الهجومين قد يكون أعلى من المعلن عنه وخلال بيان المنظمة الدولية من أي إشارة إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي عن الهجمات التي استهدفت المدنيين في تعز والحديدة يذكر أن منظمة اليونسيف تولت طباعة كتب دراسية أدخلت عليها ميليشيا الحوثي تعديلات وتحريفات طائفية كما تتهم أو تتهم المنظمة الدولية بممارسة أنشطة مشبوهة لصالح الميليشيا الإنقلابية وفي تقرير سري داخلي للأمم المتحدة حول فساد منظماتها في اليمن ذكر التقرير أن اليونسيف إحدى أكبر المنظمات الغارقة في الفساد بتمويل ميليشيا الحوثي من أموال المانحين إضافة إلى تربح كبار مسؤوليها من أموال المساعدة من جهتها قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية والمحرمة في القانون الدولي الإنساني تستوجب تحركاً للمجتمع الدولي الحريسي على السلام والاستقرار في اليمن ونددت المنظمة في بيان بجريمة استهداف حي المفتش بعصيفر شمال مدينة تعز بقصف مدفعي سقط على إثره ضحايا مدنيون بينهم أطفال وقالت إن هذه الجريمة تكشف للعالم قصوة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على المناطق السكنية جددت السعودية موقفها الداعمة للتوصل إلى سلام شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وأكدت حرصها على المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي عقب اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وقال البيان إن المملكة تحرص على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق والمضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار وجدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن كشف مصدر حكومي عن خلاف يدور حول الحقائب السيادية التي تم الاتفاق على أن تكون من حصة الرئيس عبدرب منصور هادي في الحكومة الاتلافية التي يجري التشاور حول تشكيلها بين الشرعية وميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في الخامس من نوفمبر من العام الماضي وقال المصدر للعربي الجديد أن الخلاف الذي يحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة حالياً يتمحور حول الحقائب السيادية الخاصة بالرئيس هادي بعد الاتفاق على توزيع الحقائب بين باقي المكونات ومنح الاتفاق الرئيس هادي أربع حقائب سيادية من إجمالي أربع وعشرين وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وأشار المصدر إلى أن السعودية أبدت تحفظات على الأسماء التي أوكل إليها هادي الحقائب السيادية وطالبت منه تغييرها وطرح أسماء متوافق عليها من كافة المكونات وكذلك الوسطاء مبيناً أن الرياضة تعترض بدرجة رئيسية على قرار هادي بإسناد حقيبة الداخلية إلى رجل الأعمال ونائب مدير مكتب الرئاسة الحالي أحمد صالح العيسي وهو الموقف ذاته لدى الانتقالي وأكد المصدر أن الرئيس هادي كان قد قدم تنازلات فيما يخص تأجيل الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى ما بعد الإعلان عن الحكومة بناءً على ضغوط وضمنات سعودية بالتنفيذ لاحقاً لكنه يريد في المقابل تمرير الأسماء المقربة منه لتقليد الحقائب السيادية إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي تشهد توتراً داخلياً بين الحزام الأمني التابع لميليشيا الانتقالي ومسلحين من شرطة عدن يتبعون مدير الأمن السابق شلال شائع وقالت مصادر أن التوتر بين الجانبين بسبب خلاف حول السيطرة على معسكر قرب مطار عدن الدولي وأضافت أن الحزام الأمني والمسلحين التابعين لشلال شائع بقيادة مدير مكتبه عبد الدائم حشد مسلحين للسيطرة على معسكر خفر السواحل الذي يقع في حي النصر بخور مكسر القريب من مطار عدن الدولي وكان المعسكر مقراً مشتركاً للطرفين خلال الفترة الماضية ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر محلية أن جنوداً من شرطة عدن اتهموا بالتفجير تقم عسكري تابعاً للحزام في حي النصر في وقت سابق مضيفاً أن شرطة عدن اعتقلتهم وسلمتهم إلى النيابة دعا الخبير العسكري علي الذهب الجيش الوطني إلى حسم الموقع أو الموقف عسكرياً في محافظة أبيان التي تشهد معارك متقطعة مع ميليش الانتقالي المدعومة من الإمارات وأكد الذهب أن تلك الخطوة تمثل لحظة تاريخية فارقة لإثبات أهمية الجيش وحرصه على البلاد كما دعا الخبير العسكري دول التحالف العربي خاصة السعودية إلى إدراك أن استقرار وحدة اليمن ضمان لاستقرار الخليج والجزيرة العربية وشددا على أن من يحقق ذلك هو حضور الدولة لا قوة الميليشيا وفقاً لما جاء في تغريدة له على تويتر طالب سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون ميليش الحوث الإنقلابية بالإفراج عن الصحفي المختطف لديها منذ أكثر من خمسة أعوام توفيق المنصوري وذلك بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بأمراض مزمنة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في السجن والإهمال الطبي من قبل الميليشيا وقال السفير أرون في تغريدة على تويتر نطالب ميليش الحوثي بالإفراج العاجل عن الصحفي توفيق المنصوري بعد تدهور حالته الصحية ما يهدد حياته ومؤخراً كشفت عائلة المنصوري في بلاغ وجهته إلى مناصر حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في العالم أن ميليشيا الحوثي منعت عنه الزيارة وحرموه أية رعاية صحية ولم يسمح بإدخال الأدوية التي يحتاجها بشكل طارئ منذ نقله مطلع أكتوبر الماضي إلى سجن الأمن المركزي في صنع تسعى ميليشيا الحوثي إلى تجهيل الناس وفرض ثقافة ومعتقدات جديدة في المدارس مستوردة من إيران بهدف إعادة التعليم إلى مقبل ثورة سبتمبر ليتسنى لها السيطرة على عقول الناس والإمعان في امتهانهم وإذلالهم تماماً كما كان يفعل الآئمة طيلة حكمهم لليمن لضمان بقائهم في الحكم مدة أطول منذ أن وطأت أقدامها صنعاء قامت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتدمير العملية التعليمية ليسهل عليها التحكم بالمواطنين المتواجدين في النطاق الخاضع لسيطرتها وتسييره لخدمة معتقداتها ومخططها العنصري والطائفي كما تظن سنوات مضت من تدمير وتجريف التعليم هذه المرة استهدفت مدارس البنات في العاصمة صنعاء وعملت الميليشيا على تغيير مدرائها بآخرين موالين لها يعملون على نشر أفكار في أوساط الطالبات إلى جانب أمهات الطالبات ونساء الأحياء السكنية المديرات الجدد المقربات من المشرفين الحوثيين يقومن بتنفيذ محاضرات طائفية في فترات المساء تحت أقسام مستحدفة تسميها محو الأمية عملية استحداث أقسام للكبار ذريعة من قبل الميليشيات لإيقاع أكبر قدر من الأمهات في خدمتها لتمثيل أنشطتها التخريبية ومن مهامها جمع الأموال لما يسمى بالمجهود الحربي وتصنيع الخبز لمقاتلين الميليشية معلمات المدارس هن الضحايا الأخريات تعرضن للمضايقات وتدخل القيادات الحوثية النسوية الزينبيات في عملهن والعمل على الاستغناء لمن يخالفهن ونقل بعض المدرسات إلى مدارس أخرى بالإضافة إلى سرقة رواتبهن التي لا تسمن ولا تغني من جوع وعلى هذا المنوال تواصل ميليشيا الموت الحوثية تدمير مرتكزات العملية التعليمية بمختلف الطرق وشتى الوسائل وبدلا من بناء القيم الإيجابية في المجتمع والتي كان كفيلا بها المنهج الدراسي السابق قبل تغييره ذهبت هذه الميليشيا لتلقينهم دروسها الطائفية في المدارس الرسمية وفي مدارس مستحدثة كما تزعم لمحو الأمية بينما هي تمارس تجهيلا منظما على مختلف فئات الشعب الآن إلى جولة في الأخبار الرياضية والزميلة صفاء عبد العزيز إليك الصفاء أهلا بكم مشاهدين بداية جولتنا الرياضية من مأرب حيث توجى نادي السد بطلا لبطولة الثلاثين من نوفمبر لكرة القدم لأندية المحافظة وذلك بعد الفوز في النهائي على منافسه نادي براقش في المباراة التي أقيمت على ملعب المطار بالمدينة السد تغلب على براقش بهدف دون رد وحمل الهدف توقيع اللاعب محمد صالح في شوط المباراة الثاني ليتوجه بذلك فريقه بلقب البطولة بعد منافسات استمرت نحو شهر بين جميع أندية المحافظة توجه فريق حسان لكرة القدم بلقب بطولة الاستقلال لأندية محافظة أبيان والتي نظمها فرع اتحاد اللعبة بالمحافظة وبإشراف من مكتب الشباب والرياضة نادي حسان أحرز لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق عرفان بهدف دون رد سجله لاعب عرفان عمر صالح بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الثالثة والسبعين إلى المهرة حيث توجه فريق ضبوط بلقب بطولة الدور التصنيفي لكرة القدم لأندية محافظة المهرة وجاءت توجه ضبوط بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق الساحل بهدف دون مقابل على ملعب مخبال بالغيظة وأحرز هدف اللقاء الوحيد لفريق ضبوط لاعبه ناصر مسلم عند الدقيقة الأربعين وأشهدت المباراة النهائية حضوراً رسمياً وجماهيرياً كبيراً في مدرجات ملعب الشهيد مخبال من عشاق الفريقين اعتزل لاعب كرة القدم عصام عبدالغني بعد تمثيله للعديد من الأندية اليمنية أبرزها نادي الطليعة والهلال الساحلي ووحدة عدن مباراة اعتزال اللاعب أقيمت في ملعب نادي الشروق بمدرية المعافر جنوب محافظة تعز وجمعت نجوم المحافظة ونجوم الطليعة والشروق وبحضور شخصيات رياضية بارزة والكثير من محبي اللاعب في مدينة تعز السونفة أعمال ترميم ملعب الشهداء بعد تعرضه للقصف من قبل ميليشيا الحوث الإنقلابية ما تسبب بإيقاف الأنشطة في الملعب وقال رئيس فرع اتحاد كرة القدم في تعز محمد علي القدسي إن تعرض الملعب للقصف تسبب بوقف عملية ترميمه بعد وصولها إلى مرحلة متقدمة مشيراً إلى استناف عملية الترميم تمهيداً لإعادة افتتاح الملعب نهية جولتنا الرياضية وعودة إلى الزميل هشام لاستكمال الأخبار إليك هشام شكراً صفا طالبت ناشطات وحقوقيات بحضر موت السلطات المحلية والقضائية بسرعة محاكمة قاتل مروى البيت وإنزال عقوبة الإعدام بحقه جاء ذلك أثناء وقفة احتجاجية نفذت أمام ديوان محافظة حضر موت بمدينة المكلة وشددت المحتجات على التعجيل بمحاكمة الجاني وفي الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي أقدم زوج مروى البيت على إحراق زوجته وقتلها نشوفنا مروى وغيرها تنتحك مروى وغيرها يتم انتهاك حقوقها وصلت الانتهاك مش بس الحقوق أنا ما وصلت حتى لحياتهم نحن شايفين الجهات المعنية من المسؤولين وغيرهم والتحادثة ما نشوف منهم غير دورات وارشات وأمور فاضية جدا أمور جدا فارغة محتواها بغيرنا أمر يعود على أرض الواقع بغيرنا ما نشوف أثر فعلي طبعا من أحد أهدافنا أن القصاص في حق اللي تكب جريمة ضد مروى البيتي وغيره طبعا من المتحاكات اللي رصدت واللي حتى ما رصدت نحن حبين برضو نركض على وعي المرأة اليوم وعيها يهمنا كثير عقد مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز اللقاء السنوي الثاني مع المنظمات الدولية العربية والأجنبية والشركاء المحليين لاستعراض خطة الاحتياجات الطارئة والمستدامة للمحافظة لعام 2021 وقال مدير المكتب نبيل جامل إن خطة المحافظة للعام المقبل تمت بناء على منهجية علمية حيث تم عقد ورش خاصة مع كافة القطاعات وخرجت باحتياجات واقعية أهمها الصحة والتعليم والإصحاح البيئي ومشاريع سوبيلي العيش خطة 2021 لمحافظة تعز خطة تمت بناء على منهجية علمية حيث تم عقد عدد من الورش مع كل قطاع فتم عمل عدة ورش مع قطاع الصحة ثم أيضا مع قطاع التعليم والمياه والإصحاح البيئي والحماية وبقية القطاعات وخرجنا باحتياجات واقعية تمت الاحتياج واقعية تعز كانت أهم هذه الاحتياجات المثلات أنه الصحة أولا ثم التعليم ثم المياه والإصحاح البيئي ثم تأتي أيضا الأمن الغذائي ومشاريع سوبيلي العيش نحن مركزين في هذا العام على مشاريع سوبيلي العيش هذه المشاريع التي فعلا ستخرج لنا أسر منتجة وليست أسر أيضا معتمدة على السلال الغذائية أو متسولة ختام النشر نذكركم بعناوينها مصرع العشرات من الميليشيا في معارك وغارات جوية بمأرب والجوف الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بتاعز والحديدة والسعودية تؤكد مضيها لتنفيذ اتفاق الرياض في خلاف حول السيطرة على معسكر بعدا تصاعد التوتر بين قوات الحزام الأمني ومسلحين موالينا لمدير الأمن السابق دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة